آآ نروح بقى للحالة الانسانية معنا آآ آآ معنا بنت الرب. آآ لا معنا سارة انا اسفة. آآ سارة من مصر اهلا بك يا سارة. آآ آآ قولي لنا ايه الموضوع اللي عندك واعتقد فيه عملية هتتعامل لحد من طرفك مزبوط. ايوة. اتفضل. انا معي ايدي هيعمل آآ زرق قطاع في الموقع عشان جديت معاولا يتكلم. آآ. والعملية هي الـ 260 ألف. ايه جمعية حطيت لي اه حطيت لي اه حطيت لي اه حطيت لي اه خمسة وثبين ألف والتأمين شلولي الـ 20000. آآ مم. طبعي. بس هدريتك انا انا عزة يعني بعض العملية يعني 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 احجارة وكماعات تلك ما قلت على خمس تلاف جنيه شهرية. آآ لا معلش انا الحطة دي مش يعني ايه خمس تلاف جنيه شهرية دي? يعني يعني العملية ديها يعني مثلا في جارة العملية دي آآ الجهاز اللي بيدخل في جارة ولي آآ يعني فيه مصاريف مصاريف شهرية هتكون خمس تلاف. آآ. طيب انت دلوقتي ناقصك مبلغ قدي على العملية دلوقتي. آآ عشر تلاف. عشر تلاف اعتقد ان العشر تلاف دي ممكن ان شاء الله بازن ربنا تجيلك النهار دا العملية هتتعمل امتى? العملية بتاني اليوم آآ بعد ايه باربع تيام بعد اجازة العيد بعد رجوع جائزة العيد باربع تيام طيب بازن ربنا بازن ربنا يكون المبلغ ده موجود وفي نفس الوقت الاحتياج التاني الخمس تلاف كلها ما فيش اي دعم هيكون في الخمس تلاف جنيه دي اللي هي مصاريف شهرية. طيب. طيب. هو يوم بيشتغل ايه? انتو فين يا انتو فين يا سار عايشين فين? انتو بلدكو ايه? احنا احنا تبدي ايه من الصعيد. فين في الصعيد? من حتى اه اسمع اه من حتى اسمع بشوية طيبة اسمع. طيبة? اه. اطيب ناس وأجمل ناس طيب من طيبة أربل أسر وإن شاء الله بإذن الله سارة بإذن الله أنا عندي يعني عندي إيمان ووثقة إنه بالنسبة للمبلغ بقي المبلغ العملية ده هيكون إن شاء الله واصلنا يعني لو ما وصلش النهار ده هعلن تاني يوم الأربع عشر تلاف جنيه والحاجة التانية إن إحنا برضو ربنا كده يحط على قلب حد إنه يكون فيه مساعدة بالخمس تلاف دي الشهرية أنت عندك كم حد تاني وابنك اسمي عشان برضو نصليله دي اسمه وانيا طي يعني إحنا عموما هنصلي لابنك وفي نفس الوقت إنه زي ما قلتلك إن هتوصلنا إن شاء الله مجرد ما يوصلنا على طول هنبعتها لك في أسرع وقت عشان خاطر تكملي المبلغ علشان يتعملوا العملية وبعد كده بإذن ربنا هنتابع معيك بحيث موضوع برضو المبلغ الشهري الخمس تلاف هو ده هيكون يعني طول العمر بعد كده المصاريف دي لمدة سنتين لمدة سنتين طيب عموما ربنا يسهل طيب ربنا يسهل إن شاء الله وربنا كده يقف معيكو وبرضو دي حاجة يعني حلوة إنه برغم إنه مبلغ كبير لكن اللي فاضلك بس عشرة تلاف وبعد كده بقيت المصاريف اللي هي شهرية لمدة سنتين ربنا معيكو يا سارة وهنصلي من أجل ابنك وإن شاء الله تكون العملية بنجاح ويبقى زي الفل إن شاء الله عايزة تضيفي حاجة تانية نا شكرا خالص ربنا معيكو ربنا معيك يا سارة طيب فإن شاء الله مشاهدينا طبعا إحنا زي ما قلنا إن الخدمة اللي بنقدمها من خلال برنامج مورة الأحداث خدمة بالنسبة للمرضى بالتحديد اللي عندهم عمليات اللي عندهم ديون بسبب عمليات لكن أي حالات من الحالات التانية بتبقى صعب جدا إن إحنا نساعدهم لأنه يعني إحنا بنحاول طبعا وزي برضو ما إحنا بنأكد لحضراتكم إنه من خلال إنه أي حد بيتواصل معينا عنده احتياج بنحاول برضو نتواصل مع الكنيسة والكاهن علشان برضو نشوف الكنيسة قدمت إيه وهل هتقدر تقدم حاجة تانية ولا محتاجين إن إحنا نبقى في الصورة ومشاهدين هيبقوا في الصورة فبتبقى طبعا في الموضوع موثوق منه تماما في نفس الوقت بعد كده بنتابع يعني فريق عمل كامل على فكرة ده مش موضوع سهل يعني إن إحنا نتواصل وإن إحنا بعد كده نبتدي نبعث الفلوس اللي حضراتكم بتدعموا بيها الحالات دي سواء من هنا من أوروبا أو اللي بتوصلنا للقرمة أو في أحيانا بتبقى في حلقة فيه بتبقى تبرعات مباشرة للحالة على طول وبنتابع ونشوف وهل في حاجة تاني هل في احتياج تاني والدنيا ماشي إزاي عشان برضو نضمن مصداقية الأمر في إن إحنا الحالة اللي حضراتكم بتساعدوها بتكون بالتأكيد محتاجة الحاجة التانية إنه برضو نأكد لكم إنهم بالتأكيد وصلهم الدعم اللي حضراتكم دفعتوه ربنا يبارك طبعا كل اللي بيشتغل في الخدمة دي ويبارك كل الناس اللي بتدعم يعني أخواتنا في الاحتياجات اللي زي كده يعني فدي حاجة الحقيقة إحنا سعادية إن إحنا بنعملها بالرغم إنها بتحتاج وقت وأمور كتيرة ولكن بجد بنبقى سعادية وبنقول إن شكراك يا رب إن إحنا وسطاء يعني إحنا أنا من خلال برنامج من خلال القناة ومن خلال زميلي اللي بيشتغلوا معاه في الموضوع ده يعني إحنا وسطاء إن إحنا نحاول نقدم ولو شيء بسيط للناس اللي محتاجة ربنا يبارك في الخدمة دي وصلوا من فضلكوا عشان يعني كتير قوي وما تنسوش برضو تصلوا للحالات اللي المختفية دي كلها ربنا يرحمي رب